اصباح الخير البنات كديرين لبس عليكم كل شي بخير اموركم هانية ياربي هاد الفيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا في صحة جيدة ان شاء الله ويكون المورال مزيان فيديو جديد ونهار جديد قبل ما نبدأ معكم الفلوغة البنات اليوم لمازال ما اشتركتش معايا في القناة مرحبا بيها هبطي اختي واشتركي معايا في القناة وفعلي ذاك الجرس باش هكي يوصلك الجديدي ديالي وما تنسينيش مشي لايك زوي ونفحالك باش هكي دايما يعني تحمسيني نحط لك فيديوهات ونس خورا تقدر تتعرف على قناتي هاد صباحة البنات نط أول حاجة وات نديرها انني نمسح هاد الفران ديالي لانه فغي ما مولا كتاستخو فيك حالته 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 دونك حيت منو قعدك شريكا لداخل خويته ومن بعد شتوري اجنو درت هزيت واحد نص ديال حامضة درت فيها الملحة وغادي نحكو بيها هي اللولة لان هاد الحامض والملحة تحيدو لكان دسم يعني لكان دهنيات او مدسم عندكم بزاف الحامض والملحة غادي عاونكم يتحيدو ذاك الدسم وعايجيكم ساهل ابخيف في المسيح يعني متى تكون ذاك شي مدسم وتتبقى يدير تيدو ذاك شي ما تيبقى ذاك شي تتعلك دونك بالاحسن نديرو هاد القضية ديال الحامض والملحة وتحكو به الفران واللول من الجواني بديال واي بلاسة بنت لكم هاكا موس خمزين او مدسمة وابخي عاد دروو الاسميتو تيدو الجافيل ولا باش نتو مع البخودويلي باش غادي تحقو نغمال مو ما هاد الطريقة هادي تاييرها جربتها وكانت افكاس دونك هنا غادي ندوزو على كعل بلايس وغادي نحكو به او ميمتون موس خمزين ما هو موس خمزين ندوزو الفران واجبت الحامضة في الأخر مهر مو يلتشف حمزة فران ارخيت علي هذا المرة صراحة يعني نسيته حتى جيت نطيب فيه اخر مرة وباليدك شي ماشي وادك سوف نحك بها الشيطة بحلية الحامض والملحات يسهل عليك شوية مأمورية تقدروا قاعك تخليهم رقد شوية بها ذاك الحامض والملحة عاد ترجعوا تحكوه اشتركوا في القناة حيثنا نحيذها دجاجة لتكون فيه جاجة مضوبلة ونحيذتها بشي نغسلها وعاد نعود نمسح دجاجة الخرى اللي بقات وعاد نعود نرجعها رديتها ونغسلتها وخليتها تستقطر عاد ندوز عليها بزيفة دجاجة ونمسح دجاجة الخرى حيث لما مسحتوها مش بجوج ضروري إذا تتبقى ذاك التحتانية موسخة من الداخل وشوفها ما تبغي طلها كعالفران تشوف ذاك شي واش طاب ولا كيكا واش نفخات ولا دا ما تيبال لكوالو يعني تتبقى ذاك الجاجة مدهمشة من الأحسن أننا تحيدوا الجاجة الفقنية وتغسلوها عاد تغسلو حتى التانية باش هكي يبقى يعني لا تليتوا يبال لكم ذاك شي واضح وذيجا أنا عندي هكا منقطة هواية الجاجة الفران عندي منقطة يعني ما تبينش أصن بوغسن صراحة تنبغي أنا جاجة كل يعني ما فيها التشيز واق ولا شي حاجة باش تبيلي ذاك شي نات نحن نقيته Etapa نحن نرجع الجاجة الاخرى وهه الدجاجة الثانية هي عليها منطقة لباب، عادي تبغي طغية تسد يعني لا أوقيت مش موركين عليها ما تبغي طغي طغية تتردخ ونولج جاجة المناقية وليس نقيته أعجبني الحال فاش ساليته وصافي هكا تساليس هاد الفران وهنا البنات والديجا قل يارما ما عندهم شي فات فلايكول صايبيلية شي حاجة قدرت له لي ميني كيك قدرت هم ليه بالزبيب والتفاح واللوز وخليتهم لي حتى يديهم معه صراحة مع الميني شو وقع نهائيا رغم أنه كان عارف الحفلة أفون مع الميني تقريبا حتى النهار بنهارو كان بإمكاني نديله بزاف تلحويش ولكن مني على الميني تساعة بساعتها أموان بعدها قدرت له هاتشي يديه معه وجو البنات حمقو حتى لا ميتخيس ديالو قدرت له عفاك جيب لي لزنغغيجون يعني المقادير ساعة البنات هنا يرد بايا ندير الاسبيغاتور ندوزها على الضار كاملة بديس بعض أبصال ونوال لول وبليتابي وأبخي عاد نمشي لوسط الضار وكيف العادة سنورا لعبة معايا تحسب لا تلعب معايا دايما نيايا وقبل ما نرد الغداء ديالي يا لبنات أول حاجة قلت خاصني نضرب واحد المسحة للبوطة والبوطجي كامل عادي بالحيوطة ديالو يعني بسطح العامل فين تنخدم قلت ما غن ندير الطاجين ديالي حتى نضرب لي واحد الحكام زيانه وتحال تجيزوينه فاشتا تكون غاسل البوطة ديالك وحكاها والبوطجي وعدتها تبدأ طيبي يعني تتحسي بواحد تتحسي بذك شي لغا طيبي تاور غادي جيزوين مويم هنا كيف تتشوفو حكاة البوطة ما حيت شادو كريوس لان دي من تقريبا تنحيضو ما أشاكفوه يعني مش دي من غن نحيضو ما غير مره 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 صافي مويم بغسلتها مسحتها مزيان وابخي غادي ندوز البوطجي ديالي حتى هوايا ما جابكمش الصوت ديالي مغير شوية عبتراني ضعر بني البرد لا أنا ولا الدراري كلنا كنا ضربنا البرد وهي شام توا كان عيان والبارح هي شام صراحة كان ضره المعدة ومصاران ما عرف شنو اللي ضروا فكر شو تجاف الليل جتي يموت بالمصاران وبالمعدة ولكن أنا ودراري را ما نعودش لكم ضربنا البرد مزيان كان سماعي المرض وتبعتوا إيناس وإيناس ما زالوا مريضة وانا عودتاني ذبايا داست علية انا عودتاني ذبب هاد الرواح يعني تخليكم دق دقاء كاملة كامل أعظامي تضروني والرواح وغير لا يستر لم يهبط لي عودتاني ذكشي على صدري ونستق في فلاك خيز داز مع وتاني بولانستورة تناخد غير الفيتامين السي وتناخد دوليبران مع رسي دارني صافة البنات الدباحي تكاعد ذكشي اللي كان مع اللقاكة في البوتاجي وضربت واحد الحكاء الهناية في السطح العامة في انتا نخدم وحتى الحيطة ديال البوتاجي حيث تحرير والرقاكة في قوة التقليقine حيث تحرير من خلال رواح ودخل على الرقاكة في مشكلة وشكلة دعو longer تحرير م Breed اشتركوا في القناة 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 نضيف الطواجين كان عندي دايجة القوقة في الفريكو كانت ذاك المرة شاركت معاكم شريت شوش ديال لساش ديال القوقة نعود الوصفة اليوم نيتا البنات ديال الطاجين ديال القوقة بالجلبانة وكان ذاك النهار عجب هشم بزاف ودراري ايام اللي كانت عندي روينة لعقلتو وعودتو لهم عودتاني بنفس الطريقة وجتا يحمق ويمج البناه والقوقة والحيمة وشوي ديال البطاطا وصافي كانت هدي الغذيوة ديالنا من بعد خلي الطاجين ديالي طيب وجيت لبيتنا عاس نصيبو حتي الوار ديالي لي فيها كاليدو السودياولي وتقاشار ودك شي كان عندي صراحة ما ديرش لي هاد البوات دوغانجمون غير تنحط فيه صافي دونك يلا خديت هاد البوات دوغانجمون وقلت غادي نستفي ذاك التيروار ديالي كامل وصراحة عرفت حتى الحوايج الخصوم يتحيدوا الحوايج اللي مازالين مزيانين كانوا غابرين لداخل شي حوايج يكونوا زوينين ومسا تلبسيهمش لانا ما بينينش الحوايج مخربقين متيبنش لك اللي عندك زوين واللي ما عندكش واللي خاصو يتحيد براكا يعني فاش رتبتهم فهاد لغانجمو عاد عرفت حياتي حال من حاجة قديمة وش حال من حاجة كنت ناسيها طوكل وحدة ولا شدرتها وعاد استفلي يادك التيروار والتي حمق صافي هنا رخويته كامل وكل شي استفتو فهادوك اللي بوات ونضرب لي واحد المسحة وعاد نرجع لي بوات ديولي والها البنات كل مرة نضير بليسة والضارف اللي خرطة تولي غزالة كل شي تيترتب في بلاستو كل شي تيتقادل غير مرة مرة تكونوا كاقاسين ما عندكم ما يدار ولا شي وقت عندكم خاوي قولوا اجي نجب ذات البليسة هادي نقادها ونستفها وتشوفو الدركي باش غتولي لكم ابخي وصافي البنات ساليت من ذاك الشي رجعت كل شي البلاستو وقلت غادي ندير واحد الفلون ندير الفلون عادي نصيبو مع مرة الغدا ناكلوه كدسير صافي الفلون ارا معروفة البنات كيفاش تيتصاوب بالحليب والبواطاط الفلون عادي وصراحة انشحال هادي ما درتو وجازوين وما ما درتش كونتي تكبيرة يعني درت غير بعد زليفات على قدنا احناية انا وهي شامو الدراري ويناس عجبها وكانت بغا تزيد ما زال قلت لها المرة الجاي نضبل ليكم لا دوز هادي المرة نضيف لهم اي طرو ديال الحليب وصافي هنا وجهة الزليفات ديالي ونضيف فيهم الكاراميل انا صراحة ان هذا الفلون ولي تتاجبني ديال الكاراميل ولا فاني اعنات شغي يعني عادي ما تتاجبني صراحة انشقوا اخر كل حالها انا سوف ندرهم في التلاجة باش يجمدوا وفي اخر حاجة للبنات بنت لها الزبدة هذي ما كانش قطعتها وضرتها في الابواط ديالها اكتا تجيني يعني عملية اكتر فاشن قطعها وتنذيرها في البابي كويسة وتنخليها كتريفات في التلاجة كل مرة تجبدو غير تريف ما تسمقوش تجبدو الزبدة كاملة وترجعوها وكوشي تقطع منها وكل شتي تطوقها ككل واحد ياخد تريف ديال وحده ومتا تجبدو كاملة من التلاجة وتعود ترجع ونقصافي قطعتها كاملة بهذا الطريقة هذي وضرتها في البابي كويسة وغنخشيها في هذه البواطة هذي ونذيرها في التلاجة وكا البنات نكون سالية الفلوك ديالي معاكم اليوما تنتمنى انني يكون خفيفة على القلوب ديالكم ويعجبكم هاد الفيديو ليما زال ما شتركتش معي في القناة مرحبا بيها وما تنسونيش في اللايكات زوينين ديالكم تنبغيكم بزاف 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 تهلا وفراسكم بسلام عليكم اشتركوا في القناة